إحنا ذاهبين إلى دمار قادم خط مستقيم زي قطار ماشي مستقيم راح يضرب في تخيل طريقة جديدة في تنظيم الاجتماع البشري تبدو مسألة صعبة فكنت شوف السواد على وجوه الناس كانت مؤلمة يا مؤلمة جدا لو سكننا سكان الكرة الأرضية الحاليين إنهم حوالي يقتربوا 8 مليار على شريط عرضوا 4 كيلو في شواطئ القارات يكفوهم والوسط كله فاضي تخيل؟ إذا استثمرنا جمعنا بين المعرفة التقنية والعلمية المزدهرة وبين منظومة حقوق عادلة قدمتها الشريعة سيكون نتاج ذلك مجتمع مزدهر عزيز الناس إذا كانوا يجدوا الخيرات ويشتغلوا يأكلوا ويشربوا ليش يسرقوا؟ ليش يتقاتلوا؟ الناس يأخذ أراضي ويحيوها وبالتدريج المدينة تظهر فالقرارات لتشكيل المدينة تأتي من تحت لفوق سلام عليكم دكتور جميل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سعيد جداً باستضافتك في فاصلة منقوطة ومتأكد أن هذا الحوار مفيد إلي على المستوى الشخصي وسيكون مفيد ومشوق أيضاً للمشاهدين والمستمعات شكراً لك على قبول هذه الدعوة الله أرضى عليك فرصة جيدة إن شاء الله في نافذة جديدة إن شاء الله لعل الحق إن شاء الله إن كنت على الحق يصل للناس إن شاء الله تعالى دكتور جميل أنت تخرجت من الدكتورة من واحدة من أعرق الجامعات العالمية الـ MIT من كلية العمارة والتخطيط كتبت هناك كتاباً بالإنجليزية عن المدينة الإسلامية بعنوان أزمة البيئة المبنية ثم عدت إلى المملكة العربية السعودية وعملت أستاذاً للعمارة والتخطيط وشاركت فيها عدد من اللجان منها لجنة في تطوير الحرم وكتبت كتاباً فارقاً بعنوان عمارة الأرض في الإسلام كان ذلك عام 1995 الكتاب حصل على العديد من الإشهادات والعديد من الجوائز ومنذ ذلك الوقت وقبله وأنت تعمل على مشروعك الكبير بعنوان قص الحق سنتحدث عن كل ذلك في هذه الحلقة ولكن دعني أبدأ السؤال معك من موقع طالب العمارة في الولايات المتحدة الأمريكية عادة من يذهب إلى تلك المدنية العريقة والمتطورة يبهر بذلك النموذج وربما يعود وقد درس التفكيكية أو طريقة تنظيم المدينة الحديثة أنت ذهبت إلى هناك ودرست المدينة الإسلامية من أين بدأ هذا الاهتمام؟ طبعاً هي القصة من أولها تبدأ من عام 67 بالهزيمة الكبيرة كنت طفل أظن عمري 12-13 سنة فكنت أشوف السواد على وجوه الناس كانت مؤلمة يا مؤلمة جداً طبعاً ما كنت تعي كثير فكان السؤال دايماً لماذا المسلمين متخلفين؟ وميش هذا السؤال معايا وبعدين أنا عشق العمارة طول عمري يعني فدرست هندسة وكانت أول صدمة حضارية لي أنا لما رحت إلى إنجلتر عام 74-73 هنا دراسة لغاية وصدمة الثاني الحضارية جاءت قوية لما ذهبت للدراسة في أمريكا يعني شفت الجامعات كيف مختلفة هنا ومكانياتهم هذا السؤال كان دايماً يدور لماذا المسلمين متخلفين؟ وبدأت جدياً في البحث في قصة الحق عام 1980 يعني قبل أكثر من أربعين سنة الآن أيوه وكتبت مقالة صفحة واحدة كانت أبسترق لمؤتمر وقلت إنه ما يمكن يفهم المدينة الإسلامية إذا ما فهمنا علاقات الجوار بين الناس وعلاقات الحاكم بالأفراد والسلطة والتسلط واستخدمت كلمة باور عدة مرات في هذه المقالة اللي صفحة واحدة طبعاً البحث ما نشير لأنه هذا يش فيقول هذا يش دخل العمارة في هو عادة الناس حين تتحدث عن العمارة الإسلامية تقول في أقواس في صباط في طريق مسدود يعني يتخيل المنتج تبع العمارة الإسلامية يتحدث في الغالب ليس كلهم يتحدث عن المنتج النهائي لكن الواحد يطل الناس حقوقهم يعني فيه باحثين كثير مثل صالح الهدلول مثل بسيم حكيم مثل غيرهم يتحدث عن المدينة الإسلامية كبروسيس كآليات اتخاذ قرار وليس بالضرورة منتج نهائي لذلك مشروع مثلا إحياء العمارة الإسلامية ما يتعلق بأن ابن ممنى حديث بس بأقواس أنت تقول فيه منظومة يتم اتخاذ القرار من خلاله وفيه توزيع للحقوق هذا موضوع شوية يعني فيه مطبات يعني لأنه فيه اختلافات كثير وجهة النظر فأرجع الموضوع من أين أتت الفكرة ف إلا صار أنه في العالم الغربي فيه طبقية مع الرأسمالية وفيه ناس أغنية وناس فقراء ومع الزمن كثروا الفقراء فظهرت نظريات لأنه عندهم حرية في التفكير عنه سموها جراسروت سموها يعني الجذور يعني كيف نمكن هؤلاء الفقراء وسموها تسميات مثل هذه الأفكار كلها تعطي الناس في الغرب نوع من القوة في المشاركة في اتخاذ القرار فانتشرت هذه الأفكار في الغرب ومع الأسف بعض الناس أخذوها من العالم الغربي جابوها زي ما عندنا في العالم الإسلامي لاحظوا أنه فيه فرق شديد الآن بينه هذه الأفكار اللي هي تقول أنه في جهة مسيطرة وطاعة الناس الصلاحيات وبين الإسلام نقول لا هذا حقك هذا حقي أيوة مش أنا أتكرم عليك وأعطيك حقوق فللاحظت من دراسة المدينة الإسلامية بدأت أبحث وطبعا أنا ما بدأت من الصفر في أبحث بنيت عليها زي واستفت منها زي بحث الدكتور صلى الله دلول وظن بحثه وانتهى عام 1980 وفي بعدين جاء كتاب لباسيم حكيم أعتقد 86 حاجة ذا كده أنا خلصت بحث للدكتورة عام 84 والله هو كتاب Crisis in the Built Environment بس كراسز مختصر موجه للعقلية الغربية نعم ما فيه أحاديث وآيات قرآنية وكذا نعم بعد عام أنت في ذلك الوقت زرت المدن والقرى في جنوب وفي البلاد المغرب العربي في أثناء حتى تكتب بحث الدكتورة حتى تكتب بحث الدكتورة يجب أن يكون عندك يعني نازلة كيستدي حالة رأسية ما الذي رأيته هناك؟ طبعا من طفولة يعني في الطائف الطائف كانت مدينة تقليدية يعني ما كان فيه أولا شهر اسفلت يعني في بلاد الحرمين فالذهنية هذه موجودة وبعدين عشت فترة في الرياض في مباني طينية يعني قبل ثورة النفط وقبل يعني قبل كل هذا قبل كل هذا تحديث السريع أتكلم عن الستينات أو أولا السبعينات حتى آخر الخمسينات بعدين في الدكتورة من الكتب والصور كان لازم أسافر واشوف بعيني شمال أفريقيا فروحت واجلست فيها ودرست حاراتها وشوارعها لأنه كان في كتاب ظاهر ذاك الوقت وكان كويس ويتحدث عن العمران لابن الرامي كتاب الإعلام بابن الموريان بعد كده وجدت أنه كتب الفق كلها تمسك أي كتاب في المذهب الأربعة بذات الكتب الأساسية زي المغني ابن قدامى بدأ الصناع الكساني مثلا المدون الكبرى والابن عبدالبر ولا مثلا الأم أو عندك هذه الكتب الأساسية المجموعة المجموعة وكل أمهات الكتب الأساسية تتحدث عن العمران وتتحدث عن التمكين بطريقة عجيبة لكن إلا صار ما نعرف كيف صار الكلام هذا بدأ توجه الفقاء يركز أكثر على الشريعة كعلاقة بين الإنسان وربه والإنسان والناس لا تكذب لا كذا كيف تصلي كيف كذا علاقة الإنسان بالدولة حقوق الأفراد لم تأخذ الحيز الكافي في توعية الناس حتى الناس يعرفوا أن الإسلام ليس فقط صلاة وصيام هذا جدا مهم لازم نعرف أمور ديننا بالإضافة هذا الجانب كان نوعا ما الحقوق مغيب فكان كتاب قصة الحق اسمه التخلف الاستخلاف وبدأت أكتب فيه أكتب فيه أكتب فيه في صمت لأن الموضوع حساس أي موضوع يتعلق بعلاقة الإنسان بالدولة يكون حساس جدا ويعرض النساء لمشاكل فكان لازم أني أكون صعب وأشتغل أخلص جزء طيب منه وهو 18 فصل خلص 12 والـ 12 فيهم يعني ما يكفي لي ربي بارك في وقتك وعمرك وتتم طيب نحن نعود إلى هذه المدن والقرى التي زرتها الملاحظة الأساسية التي ذكرتها هي أن تلك المدن تقريبا نمت وتطورت بناء على الأعرف التقليدية اللي هي بن قسين الأحكام الشرعية اللي الفقهاء وضعوها دون تدخل الدولة وهذا اليوم شيء يبدو غريب يعني نحن ما نتحدث عن حتى تخفيف لمركزية الدولة الدولة تقريبا كانت غائبة الإنسان يبني بيته يجي جاره يبني لكن يحترم حقوق الجوار فينظم مسيل المياه مثلا جاره عامل ميزاب فهو ياخذ الميزاب أو عامل مسيل ما فياخذه ما يفتح شباك باتجاهه كيف هذه المدن نظمت نفسها في ذلك الوقت في ظل غياب تنظيم مركزي وتعرف اليوم الكثير من المستشرقين لدرسوا المدينة الإسلامية يقولوا هذه فوضى يعني أزقة وحارات ملتوية وما في قوانين واضحة ما في شوارع ما في ميدان رئيسي طيب هذا يتصل بسؤال أكبر عن دور الدولة والمجتمع والعلاقة بينهم الآن المدن اللي نشوفها الحديثة منظمة لأنه في سلطة مركزية بتنظم وتخطط في المدينة الإسلامية الناس يبادروا والناس يتحركوا الناس كذا والبعد يعني تقتلنا فوضوية هي ليست فوضوية رحش رحلان بس خلينا أعطي مثال معاصر حتى نفهم الموضوع في إطار بالذات الناس اللي بيشاهدوا هذه الحلقات هم من اليوتيوب أنت الآن بتسجل هذه الحلقة أيها طيب دعايتني أنا من مصلحة أني آتي وانت من مصلحتك أنه القناة مثلا تجيب ناس ففي مصلحة مشتركة وجينا ما وقعنا ولا شيء بيننا أنا أثق أنك أنت تسجل حلقة كويس طيب وما تقصقص منها وتحط كلام يعجبك وما يعجبني أثق بهذا الحقوق بيننا الآن إحنا الاثنين في نفس المستوى الآن تخيل هذا سار في دولة عربية وأنك أنت فزارة الإعلام والإذعة طيب بتجيبني أولا أن أنا أكون شخص موالي لك إذا الكلام اللي راح أقوله ما يعجبك ما تجيبني بك من الأساس طيب وإذا جبتني الكلام اللي يناسبك هو اللي تخليه والكلام اللي ما نسبك تقصد طلعه بره أنا ما أقدر أسوي شيء أنا أسويت شيء ممكن هتبهدل فالذي صار هنا في علاقة الدولة عندها سلطة تسلط على الإعلام توجهوا كما تريد هذه في حالة دولة ديكتاتورية في الدولة الاشتراكية الناس ما لهم أي حق الدولة تسوي كل شيء في الدولة الرأسمالية زي تشوف المحطات هذه CNN ABC CBS هذه المحطات كلها قطعة خاص الدولة ما تسيطر عليها في العالم الغربي يش يقولوا الناس لا نحن ما ندفع ضرائب يا دولة عشان تسوي إعلام ووجهنا هذا مستحيل ففضل الإعلام حر فهذا أدى إلى ازدهار الإعلام نفس الشيء الجامعات الجامعات القوية اللي هي في أمريكا زي هارفرد كيمبرج أوكسفورد هذه الجامعات كلها جامعة مستقلة ما في فوقها وزارة التعليم آلة توجهها في التعليم لا بد أن يكون فيه انطلاق نعم ففيه ازدهار إذا تنظر للمجتمع الغربي هكذا من حيث حقوق أن الناس لهم الحق في أنه منطلقه إذا تنظر لهذا الموضوع تجد أن العالم الغربي متقدم جدا هو الأوجة الطائرات الصواريخ متقدم جدا لكن على حساب تلويث الكرة الأرضية الآن في الإسلام سنصل إن شاء الله وهذا موضوع طويل توضيحه إلى حضارة أفضل من تلك أكثر تعقيد أكثر إتقان من غير تلويث الكرة الأرضية إن طبقنا الشريعة لكن الشريعة من العصر الأموي تقريبا لم تطبق هي طبقت في أشياء كثيرة الصلاة الصيام وكذا في الحقوق المالية نوعا ما كان فيه نوع من الانحراف بدأت دولة تدخل وبدأت بدأت تسيطر وبالتدريج سيطرت على كل شيء الآن جينا في وضعنا الحالي دولة تسيطر تماما على المدينة الآن حتى الأراضي في الحالة المثلة زي العالم الغربي اللي الدولة يعني شفافة والناس يحاسبوها خدمة التحتية الانفرستركشور والطرق والهادف فدت دولة الآن في بحث إذا حبيت تضع للمشاهدين في الوصف وفي فيديو كمان تقديرا إلى الفين واربعين رح تكلف الانفرستركشور في العالم مية تريليون مش مليار مية تريليون تلاتين منها رايحة تقريبا تلاتين في المية أو تلاتين تريليون من عشر إلى تلاتين تريليون ذاهب للرشاوي وعدم الكفاءة أيها شوف إلى الفين واربعين يعني أكتر من تريليون في السنة طيب هذا النظام يؤدي إلى تلويث الكرون الرضية زائد تبديد أموال الناس هادر هادر زائد استعباد ليه لأنه الناس هذول اللي بيأخذ الأموال بيستغنوا ويصيروا أثريا هما بعملتهم الشيء المجتمع بيصرقوا كيف المدينة السلمية تشتغل لأنه في شيء اسمه إحياء الأرض الأرض أرض الله والعباد أعباد الله والأرض من أحياها من أحيا أرضا ما يتفهي له الناس يأخذ أراضي ويحيوها وبالتدريج المدينة تضخر فالقرارات لتشكيل المدينة تأتي من تحت لفوق من الناس هذا لا يعني أنها فوضى لأنه دائما يقول الناس والله أنه في إذا ما في دولة تصير فوضى فيضع الدساتير ثم الأنظم والقوانين حتى يسيطر على الأمور ولا تصير فوضى لا الشريعة هذا الفراغ الذي يمكن يحدث من غير ظهور الأنظم والقوانين الحقوق في الشريعة تغطيها لذلك سميت كتاب قص الحق قص الحق لأنها آتي من الآية أعود بالعمل الشيطر الرجيم إن الحكم إلا الله يقص الحق وهو خير الفاصلين الواحد يتفاجأ لما يقرأ هذه الآية في مقدمة الكتاب أن تفسر معنى القص بالقص الذي نعرفه كأنه مقصوصة الحقوق أو منظومة الحقوق سجادة ويتم قصها بالنسبة المناسب لتوزيع الحقوق على بين الناس في مختلف المسائل نعم الناس مختلفين واحد متين واحد قصغير واحد طويل واحد عريض واحد والي واحد شخص عالي واحد عابر سبيل في الطريق كل شخص له حقوقه المفصل له إلا تناسبه لذلك إن الحكم إلا لله يقص الحق شوف بعده وهو خير الفاصلين لأنه إذا ما قصيت الحقوق كما أتت بها الشريعة ما يصير فهو خير الفاصلين الناس تصادموا فتحتاج للمحاكم وتحتاج للمحامين للسجون زي ما هو سير في أمريكا لأنه يحاول نظم ونص تصادموا نظم ونص تصادموا لأنه هذه أعلى من مستوى أي عقل بشري لذلك كان الكتاب قص الحق العقل وحتمية الفساد لأنه إن لم نحكم بالشريعة هذه الجملة اللي بحاول الكتاب يثبتها ستتلوث الكرة الأرضية وهدول اللي يدعو للديمقراطية إيش اللي بيصير إحنا في أفضل الأحوال راح نصير ديمقراطية زي الدول السكندانفية طب إيش مشكلة الدول السكندانفية دكتور الدول السكندانفية الفوتبرنت حقتها في التلويث خمسة ستة يعني حتى نعيش زي السويدين نسيت الرقم كل الكرة الأرضية عيشوا زي السويدين تحتاج خمسة كرات أرضية حتى تنظف نفسها كوريا مساحتها تحتاج أطنى سبعة ثمانية أضعاف مساحتها حتى تنظف نفسها الكرة الأرضية زي ما أنت شايف من الحر في كندا والسيول والأمطار والتغير سنة الماضية كانت سنة غريبة كل هذه بسبب إيش تراكمات قرارات الناس إلا كل دولة بتحاول إنها تقول إنها ما لوث القردية وهي بتساهم في التلويث وفي سبع آيات في سورة سبع آخره سبع تصف هذا الوضع بوضوح شديد ألاه هاي قولي تعالوا عبد المنشيط الرجيم قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدو الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا مكان قريب وقالوا آمنا به وأنا لهم التناوش مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب مكان بعيد كل القرارات اللي بتخذوا الدسادير والأنظمة القوانين هي قذف بالغيب مكان بعيد لأنه بتخذوا قرار يشوفوا آثاره بعد 20-30 سنة يعني دعني أعيد صياغة الفكرة بطريقة أنت تقول إنه هذه البيئة العمرانية والعمران ترى مش بس العماير هو فيها اقتصاد وفيها علاقات وفيها علاقة مع البيئة وعلاقة مع موارد البشر وإلى آخره علاقة شديدة التعقيد فيها الكثير من العوامل لذلك الإنسان والعقل البشري عموما لا يستطيع أن يتنبأ بمخرجات هذه العملية فإنت تشوف المخطط الذي يخطط للمدينة أو اللي يشرع قوانين ينظم هذه العلاقات لكن بعد 10 سنين تظهر مشاكل فيعيد تنظيم هذه العلاقات الآن أنت ما تقوله هنا ندخل إلى صلب الحديث حول قصة الحق ما تقوله أن الشريعة فيها منظومة دقيقة من الحقوق التي تنظم هذه العملية الناس تقول يا دكتور جميل الشريعة والمدن التي رأيتها مثلا في شمال إفريقيا وفي غيرها هذه قبل ألف سنة ولا قبل أنت الذي تقوله لا ترى الموضوع الشريعة أكثر فاعلية وأكثر نجاحا اليوم لأنه إضافة إلى منظومة الحقوق ومقصوصة الحقوق صار عندنا تقدم في المعرفة العلمية فإذا استثمرنا جمعنا بين المعرفة التقنية والعلمية المزدهرة وبين منظومة حقوق عادلة قدمتها الشريعة سيكون نتاج ذلك مجتمع مزدهر عزيز وغني والخلطة الأساسية وكأنه سيكون مجتمع ثري لكن الدولة الدولة صغيرة طيب هو دكتور يمكن أول نقطة من يشاهد هذه الحلقة بل أنا لما قرأت مشروعك أول شيء يحتاج إليه الواحد شوية خيال بمعنى أنه الواحد يتعود على واقع معين لو يقول ترا فيه مساوئ يعني الرأسمالية فيها هدر فيها بيروقراطية متضخمة فيها سجون فيها تلوث للكرة الأرضية كما ذكرت لو رأى كل هذه المشاكل بيقول بس it works أنا شايفها كيف تشتغل تخيل طريقة جديدة في تنظيم الاجتماع البشري تبدو مسألة صعبة وأتوقع أنك يعني شاهد ذلك مرارا خلينا نبدأ نتحدث إيش الأساسيات اللي تقوم عليها مقصوصة الحقوق هذه إيش حقوق الناس الأساسية طب أول شي أوضح نقطة هي قلت مشروعك وما مشروعي هو أنا بحاول أشوف كيف الشريعة تشتغل أياما هذه وبشوفها تشتغل وحط هذه الأشياء اللي تشتغل مع بعض وجدت أنها في الأساس هي حقوق لا نأخذ مثال الآن دولة المدينة معقدة نعم هي معقدة لأنه إحنا عملناها معقدة النظام الرأسمالي الذي يعتمد على الضرائب يريد أن يجعلها معقدة هو لا شعورين يتجي هذا الاتجاه لأنه في احتكار مثلا تجي شركة كهرباء عشان تمد أسلاكها كبلادها تحت الأرض تتعاقد مع الدولة أنه لها حق استخدام هذه المنطقة 20-30 سنة وهي تعطي أموال الدولة حتى الدولة تنفقها في مكان آخر فالأسار أنه الناس اللي في الشارع ما لهم أي حق في الاعتراض على وجود هذا الكابل ألا مع تطبيق الشريعة الطريقة الغير النافذ ملك لأصحابه الطريقة النافذ ملك للناس اللي الساكنين من حوله في طريقة وصفتها في كتاب عمرت الأرض تعطي الناس الحق في أنهم يسيطروا على الطريقة في الطريق لهم في الحالة هذه إحنا نفكر دائما أنه ناس فقراء ليه؟ لأنه الموارد ما هي في أدهم رحش رح هذه بعدين فالناس إذا عندهم الموارد وما كانوا فقراء هم إلا يجيبوا الشركات إلا تعمل لهم كابلات القهرباء طبعا في الحالة هذه الشركات تكتروا ما تصير شركة واحدة من الدولة ويصير في نوع تنافسي بين الشركات التي توصل الكهرباء والشركة التي توصل الكهرباء وتدفن كابلاتها تحت الأرض هي لن تملك الكابلات في الغالب الناس هم من يملكوها ليش؟ لأنه هم دفعوا قيمتها وجاتان تسويلهم بالتيارة الكهربائية هذا إذا قبلنا بالطريقة الحديثة في توليد الكهرباء لكن إن طبقنا الشريعة كانت تقنية أخذت خط آخر تماما أيها كانت لا مركزية كانوا الناس من زمان بحثوا عن الطاقة التي تعتمد على الشمس تعتمد على المياه على الرياح وليس من البداية تعتمد على النفط إلا هو مصدر قد ينضب مثلا نفس الشيء في التخلص من الفضلات تخلص الفضلات الأيام هذه واحد يرمي فضلاته في الشارع تمشي المعصورة المعصورة أكبر أكبر تروح مكان يصير لها تريتمنت يعني معالجة مع تطبيق الشريعة مسؤوليتك أنت تخلص من الفضلات وما تلوث البيئة فإلا شيء اللي بيصير وإلا الزيران بيشتكوا عليك هذا ضرر بالضبط أنت بتحت الضرر فتظهر بالتدريج الأدوات التي تتخلص هي موجودة الآن اسمها للتخلص من الفضلات في الموقع لكن الخطوة الأولى في هذا هي أنت تسميها تمكين الناس خلينا أشرح نقطة الآن هذه السيناريات أنا بضعها من عقل القاصر تصور ما الذي يمكن أن نحن فانطبقنا الشريعة للمئات السنين إيش الحلول إلا كانت يمكن تظهر من خلال تمكين الناس ومن خلال ظهور الشركات التي تشتغل تحت مضلة الناس الآن الشركات تشتغل تحت مضلة الدولة والناس ما لهم أي قول فقدنا كثير من التجارب اللي كانت يمكن تقع في الموقع واستفيدوا منها الآخرين هذا جانب الجانب المهم الجانب المهم ألا وهو أنه الآن إحنا نعيش في مدن مركزية أنظر العالم العربي مثلا المدن الكبرى هذه تستهلك من موارد الدولة أكثر مما تعطي زي القارة زي الرياض زي بغداد زي عمان زي هذه تستهلك أكثر مما تعطي انطبقت الشريعة لماذا هذا حدث لأنه في دولة مركزية وهي لا توظف هي تأخذ الخيرات تأخذ الفوسفات تأخذ النفط تأخذ هذه الموارد وتوجد عاصمة والمسؤولين الكبار فيها والوظائف فيها والكل إن جذب لهذه العاصمة وهي طفيلية فلساتك تعيش على خيرات الدولة زي مثلا عمان في الأردن عايش على خيرات الأردن كلها ونفس الشيء كل الدول الرباط دارة البيضة المدنة الكبيرة فمع تطبيق الشريعة لأنه للناس أخذ الخيرات من الكرة الأرضية هذا حقهم الله سبحانه وتعالى خلق هذه الخيرات وأله سبحانه وتعالى خلق البشر ما يحق لي موريتاني يمنع قطر يروح يأخذ الخيرات اللي في موريتانيا ولا حق لي قطر يمنع موريتاني يروح يأخذ الغاز اللي في قطر هذا ما هو من حق أحد لأنه في الشريعة ابن السبيل يكرت تمانية مرات يا ناس سافروا يا ناس أضربوا في الأرض أخرجوا خيرات الأرض عندما الناس يرتحلوا من مكان لآخر واستخرجوا خيرات الأرض والأمة تغتني عندها المدن الكبيرة هذه لن تظهر فالمشكلة أساسا لن تظهر ليلة الناس يتفرقوا في الكرة الأرضية والكرة الأرضية كبيرة جدا المرة سوية إحصائية موجودة في كتاب قصة الحق لو سكننا سكان الكرة الأرضية الحاليين لهم حوالي يقتربوا ثمانية مليار على شريط عرضوا أربع كيلو في شواطئ القارات يكفوهم نعيبا والوسط كله فاضي تخيل سكان الكرة الأرضية الآن تقدر تسكنهم في أي دولة من الدول العربية فالكرة الأرضية كبيرة جدا والخيرات كثيرة ما تنتهي اللي يخلي الخيرات تقترب من الانتهاء هي الرأسمالية بسبب الاستهلاكية الزايدة هذه إذا حبيت تشرح لك هي بس تأخذ وقت أي نعم ممكن هو دكتور في النهاية أنا أقول لمن يشاهد خاصة للناس اللي ستحب أنه تقرأ الكتاب وتشوف أنت تعيد فيديوهات عن قصة الحق هذا الكتاب 1800 صفحة ولم ينتهي بعد إضافة لأعمالك الأخرى وفي أفكار كثيرة فغالب الناس اليوم لما تسمع كلمة الشريعة خاصة في السنوات الخمسة الأخيرة بعد ما شاهدت تجارب مثل داعش ومثل بعض التجارب الإسلامية الأخرى ومع الضغط الإعلامي والضخ الإعلامي حول هذه الفكرة أول شيء يخترب بالهم مسألة حقوق النساء مسألة الأقليات مسألة الحدود الذي يقرأ عملك سيجد الحق بإحياء الأرض والحق باستخراج المعادن وإخراج الزكاة بإحيانها وحق ابن السبيل في أن يسافر في أرض الله وعدم وجود ضرائب هي منظومة تماما مختلفة عن المنظومة القائمة لكن حتى نقرب الأفكار في بدايتها أظن في فكرتين أنا أستشفهم من كلامك وأعتقد أنهم مهمتين الفكرة الأولى أن الناس حين تملك شيئا لنفسها تعتني فيه مشكلة الدولة والبيروقراطية أنها هي تشتغل بأموال غيرها فتروح هذه الأموال بكفاءة أضعف إضافة إلى الهدر المسألة الثانية هي القاعدة الأساسية التي تقوم عليها كل هذه المنظومة أن الناس متمكنين الناس يستطيعون يخدم خيرات الأرض هذه الموارد وأيضا المعرفة مفتوحة لهم وعندك بحث جميل عنوانه وأيضا مختلف عن كل المنظومة القائمة فكرة براءة الإسلام من براءة الاختراع فهم لهم الحق في الموارد ولهم الحق في المعرفة وذكرني لهم الحق أيضا في إيش في الجزء النقطة في الموافقات في الموافقات بمعنى إذا واحد أراد أن يفتح مصنع أو يعمل مزرعة هو لا يحتاج إلى موافقة أحد لكن ألا تشعر أن هذا يعني يعني مشروع بعيد وغريب تماما عن الطريقة التي نظم فيها العالم هو لابد منه كرة الأرضية لن تتلوث والعالم الغربي ساحبنا مع كلنا إلى دمار قادم وأنا متأكد أنه نفس الغربيين أو اللي اعتقدوا به الديمقراطية والفكر الغربي العلماني إذا فهموا الشريعة يغيروا رأيهم لأنه فهمين الشريعة صلاة وصيام وقطع راس وقطع عيد لمن افهموا الشريعة أنه حقوق ليس بالضرورة أن يكون المجتمع مسلم يصلي وصوم حتى يطبق الشريعة لأنه لطبقها يكون أقرب إلى عدم تلوث الكروردية طبعا إذا كان اسلم وافضت لكن حتى لو ما أسلموا وطبقوا الشريعة قد أفصل لهم الشريعة تشتغل حتى عند غير مسلمين أعطيك مثال بسيط إذا كان قلنا في طريق غير نافذ أو في عمارة فيها ممر أو تدخل أي عمار الآن في مصعد وفي ممرات وزي هذه اللينا لو كانت هذه ملك الدولة إيش يصير يجي واحدا ونضفها ويمكن يجي ويمكن ما يجي والكهرباء إذا خربت تيجي شركة ويبغى لها أوراق ومع عملات وليجان إذا كانت ملك السكان هم يصنوها هم يشغلوها وإذا كان خلي نقول عندهم ساحة صغيرة إذا كانوا مسلمين يمكن يصلوا فيها القيام في رمضان وإذا كانوا غير مسلمين يمكن يرقصوا فيها بس في جميع الأحوال إضاءة هذا الشارع على السكان فرح ينهتموا بضاءة الشارع يجيبوا لما كويسا ما تخرج لأنه من مصلحتهم مصلحتهم يتفقوا من بعض متى يطفوها متى يولعوها يصير نوع من التنسيق بينهم هي في مصلحتهم فزي ما ذكرت أنت في البداية في البداية كلامك كلامك حلو ما شاء الله قلت إنه والله الناس حبوا اللي يملكوا هذه قاعدة في الاقتصاد فريد ما نتكلم عنها كثير عن الطبيعة البشرية نفسه وزرئيزة الإنسانية وركز عليها وكتاب هذا الطريق للعبودية وأثارت هذه القضايا أنه الناس لما يكون عندهم يحتاجوا يهتموا فيه أكثر هذه اللي أخذ جائزة نوبل أخيرا هذه الجائزة الأخيرة بيقول أنه واحد منهم كندي أنه إذا كان زدنا نسبة الرواتب مثلا الحد الأدنى يزدهر الاقتصاد بين الناس كثير يشتغلوا وهذا وضع طبيعي لأنه بينفقوا فمع زيادة تمكين الناس يزداد الوضع جمال الآن دعني أشرح فكرة مع الرأس مالية هي مبنية عشان نظرية ملفس وهذا موضوع تاني أنه الموارد رح تخلص وضعوا أنظمة وقوانين سيطر عليها إلا صار أنه ظهر الاحتكار ليه فكرة أن الموارد نادرة لازم يصير في سرع عليها ونضبط السكان حتى ما يستهلكوا عدد السكان بيزيد بزيادة هندسية والموارد بزيادة عددية والموارد العددية وبالتالي رح يجي يوم والناس تخلص عليهم الموارد ورح يموت من الجوع وطبعا تبت نظرية هذه فشلها وهي موضحة في كتاب وهي معروفة جدا في كتاب قصة الحق بأمثلة واقعية الآن اللي بيصير هي أنه مع الاحتكار الناس بيصيروا أثرة والناس الآخرين اللي بهم أثرة اضطروا يشتغلوا اللي عند الأثرة ويزدادوا في العدد الفقراء ويتنافسوا على الوظائف والرواتب تنزل بالتالي أنا كرجل عمال عندي ألف واحد أقدر أختار منهم عشرين ثلاثين أختار اللي يشتغل أكثر ويأخذ الراتب أقل ماذا الذي حدث الآن في التركيبة الانتاجية في العالم ناس بينجلدوا للنهار ويشتغلوا ساعات طويلة والانتاجية جدا بترتفع في كرة الأرضية الآن الناس الأثرياء دولي بينفقوا مالهم مش عشان يأكلوا يشربوا يبغوا يخوت يبغوا ثريات يبغوا قصور كبيرة أنا هنا ما أقول يا أثرياء اتفضلوا علينا ولا تسيروا أثرياء ولا تنفقوا خذوا كما تريدوا وأنفقوا كما تريدوا لكن هذا لا يكون على حساب ظلم الناس ليه لأنه إذا هؤلاء الفقراء غير موجودين هذا كيف سير ثري تخيلوا أنه عنده عمارة والعمارة هذه إذا الناس ويبغي أتجرها مثلا بألف دولار مثلا وهي شقة صغيرة ما يجلس أجرها الناس لأنه يحيى الأرض فالشريعة فتحت أبواب التمكين هذا أشرحها الآن فتحت أبواب التمكين بطريقة أنه لا يوجد شخص ما يقدر يشتغل هؤلاء اللي يقدروا يشتغلوا كلهم إذا هم موجودين الأثرياء جدا هذول لن يوجدون فيصير في تقارب في الدخل هذه من أدوات هذه الزكاة مثلا تعطي الزكاة لواحد فقير يروح اشتري حاجيات وضرورياته فاللي بيصير عندما الناس يتقاربوا في الدخل يعني فيه تفاوت بس مش مش كبير يعني مثلا واحد يقول شوف الزبر من العوام عبد الرحمن الرحيم وفرد الله عنهم كانوا أثرياء مدريش نعم في أثرياء انطبقنا الشريعة لكنهم ليسوا طبقة أفراد متميزين باجتهاداتهم لكنهم ليسوا طبقة في النظام الرأسمالي هي طبقة طبقة متنفذة وتسيطر على الطبقة اللي بيدها السلطة في إيش اللي صار بهذا الاحتكار رجع الموضوع مع جلد الناس العمل ساعات أكتر زاز الانتاجية في الكرة أرضية في أشياء تترمي يعني الأثرية يشتروا قمصان أكثر يشتروا سيارات بالعشرات وفي نفس الوقت الفقراء يعطوهم سلع تخرب بسرعة حتى مش حالوا كم يوم تخرب تخرب فتلوثت الكرة أرضية بهذا الانتاج الغير رشيد على أن احنا ما نقدر نقول كمسلمين لا نبقى نسوي الانتاج في الكرة أرضية رشيدة هذه الوصفة لا نقول نطبق الشريعة لما تظلم أحد وتفتحها بالتمكين في الموارد والموافقات والمعرفة إيش معنا هذه الثلاثة الكلمات إذا تبغى تبدأ أي مشروع عندنا الآن هذه الأيام لأن كل المجتمع التقريب الرأس المالية تحتاج مال إذا عندك مال تسوي كل شيء تشتري الأرض تشتري المعرفة تشتري الموافقة من الدولة أو تقدم تبغى تسوي مصنع لازم توافق لك الدولة لا في الشريعة لا الأراضي متاحة تحييها ولها حقوق بحيث أنك ما تغلط على آخرين وهذا يخليك تجتهد بأنك ما تغلط وتسوي شيء صح المعادن يقدروا يأخذوها الناس هذا فصل الخيرات طيب من سبق إلى المسق اللي هي مسلم فهو له طيب الناس شركاء في ثلاثة المأول ففي مجموعة أحاديث كلها تشتغل مع بعض تخلي الناس في وضع أفضل للوصول للموارد وتسمح لهم يسافروا لأنه ما في حدود مسائل كثيرة هذه الموارد الموافقات بناء الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهذه استفادوا فيها العلماء وأبدعوا فيها الأوائل وليس المتأخرين المتأخرين من خلال المقاصد ومصارح المرسلة استغنوا على القياس وآتوا بهذه وبدأوا افتوا فتاوي توسع من صلاحية الدولة طب هذه سأرجع سأرجع لك فيها لأنه بس أرجع الموضوع هذه الموافقات لك أن توجد مصنع من غير موافقة أحد الآن أنت لما توجد مصنع من غير موافقة أحد وفي الغالي بتبغي تشتغل في هذا المصنع ما تبغي تحصل الناس أجراء لأنه الكل شغال الكل عنده أباب تمكين بفتوحة إلا بأجر مرتفع في الغالي بدخل الناس اشتركوا مع بعض شركاء في هذا المصنع يعني هو يكون في المصنع الآن هو شريك بعمل شريك بعمل كلهم شركاء الآن إلا Eles يشتغلوا في المصانع هذه معقول يسوى مصنع يلوث لأنهم اتلوثو لكن الآن مع الرأس ماري اللي ساكن في جينيف يسوي مصنع في الهند ولوث ويرش المسؤولين اللي في الهند اللي ما هم ساكني في الموقع والسكان اللي في الموقع وفيه وثائق كثيرة في هذا الموضوع إذا تفتح اليوتيوب أفلام كثيرة موثقة عن كيف أنه شركات زي عابر القارات تأخذ عمارة رخيصة من تلك البلاد تلوث وتلوث في طالب أندليسي عندي هنا في جامعة وراني كيف شركات أمريكية تأخذ الخيرات من أندليسيا وتلوث البيئة لدرجة أنه ساروا يحموا الشركات من الناس اللي ساكنية في الموقع والناس اللي في الموقع ما لهم الحق فأخذ هذه الخيرات لأن الدولة تملكها وعطة امتياز استخراجة للشركات هذه زي اللي صار في صد الأسماك مثلا تيجي شركات أوروبية تصيد الأسماك من المحيط الأطلسي بالقرب من الدول العربية مثلا زي اللي صار أعتقد في موريتانيا لما تيجي الشركات تأخذ الحديد وما إلى ذلك يجوا يلوثوا ويأخذوا يروحوا بينما هي حق للناس فإلا سار أن الدولة حتى شريعة تضبط أن الدولة ما تستبد وضعت لها ورسمت لها طريق للحقوق لن يجعلها تستبد لكن إلا سار استبدت الدول لأنه ما حكمت في الشريعة الدول ما حكمت في الشريعة إلا في الصلاة والصيام لسائل هادي لكن في الحقوق لا ما حكم في الشريعة شوف تلات آيات اللي هي تنظم التركيبة الاقتصادية للأمة آية الصدقات إنما الصدقات الفقراء والمساكين آية ألفين ما أفاء الله الرسول من القرى فلله والرسول آية الغنائم واعلموا أنه ما غانبتم من شيء هذه الآيات الثلاثة تذهب بالأموال لمين لناس وش المشاريع فقراء مساكين غارمين ابن سبيل بذلك بيت المال في وقت أن نبع صوت السلام في وقت عمر كان مرات فارغ يعني مرات فارغ على طول فارغ والرسول السلام كان لما كان بيت المال مديون يأتي المال يذهب مباشرة ليه مش كويس يجلس المال في بيت المال لأنه إذا جلس في بيت المال الطامعين يجوه زي ذبان التمر يجوه ليه لأنه يبدأ ينافقوا المسؤول وكذا كذا هذه فصل دولة الناس فلأنه دولة بيت المال فاضي ما في أموال إلا القليل جدا وهذه موضحة بالتفصيل الحمد لله في قص الحق ومضيت عليه فوق عشر سنين إلا صار أنه الدولة صلاحية قليلة جدا هذا لا يعني أنه الدنيا تصير فوضى الأوقاف الأوقاف قامت بكل هذه المهام وكانت مستقلة جدا لذلك العلماء في العالم الإسلامي عبر التاريخ كانوا مستقلين جدا زي العزبات عبد السلام زي بني من تيبي مستقلين جدا ما يعتمدوا على دخل دولة وإلا بعضهم يعيش ودرس في مدرسة وهذا عايش على الوقف والوقف يأتي من من من؟ من الناس لأنهم كانوا أثرة الناس بالنسبة للدولة كان عندهم خير تقول رغم أنه هذه المقصوصة الحقوق ما كانت شغالة 100% في ذلك النقط هي ما هي شغالة مش شغالة بعض الدول تشتغل أكثر من غيرها مثلا في الدولة العثمانية في بدايةها كانت شغالة كويسة لذلك نهضت كل دولة تأتي في البداية في دولة العباسية فأولها شغلت كويس الأموية في بدايةها شغلت كويس كل دولة تقول والله هدون اللي يعتوا فدولة ما تطبقوا الإسلام صح ويثوروا عليهم ويوجدوا دولة جديدة وإحنا نطبق للإسلام صح ويطبقواه صح لفترة معينة وبعدين يبدوا إيش نحرفوا زي المماليك مثلا في وقتها كان النظام إخطاعي 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 طب هو الاعتراض الأكبر يا دكتور لمن يسمع هذه الأفكار أنه يقول لك كيف تغيب الدولة اليوم الدولة فضلا عن مسألة التنظيم أنت تقول المجتمع قادر على تنظيم نفسه بنفسه خيرات الأرض كثيرة وتكفيهم وهذا لن ينشئ فوضى ولن عدام في الأمن لأن الناس ستكون ممكنة فما في حاجة لمثل هذا لكن الدولة أيضا تتكفل بأشياء كبيرة اليوم نحنا مثلا في إسطنبول في عنا جسر فوق البسفور يربط قارتين في ثلاث جسور وفي نفق تحته ويعني هذه الإنفراستركشور اللي يعني تجعل هذه المدينة مخدومة والتنقل فيها ميسور السكك الحديد المصانع الضخمة صناعات العسكرية الدفاعية كيف يمكن النفط واستخراجه ونقله وإلى آخره كيف يمكن أن يقوم هذا بدون دولة أنا عرف أني كثرت الأسئلة وانت علشت بعض هذه الأمثلة لا لا هي في الكتاب بس ما في مانع نكرر بعضها باختصار أولا مثال مدينة إسطنبول وهذه حالة نادرة جدا لأنه مدينة بين قارتين وليس تكون المدينة كإسطنبول مع ذلك نأخذها طيب قلت لي كيف تسوي جسر مثلا في الشريعة كيف يحدث هذا الجسر يحدث إيجي شخص متميز مثلا يقول والله يبقى نسوي جسر نحتاج جسر نسوي شريكة تربط الناحيتين من هنا ومن هنا ملاك الأراضي في الناحية هذه طيب يشاركوا بأسهم بأراضيهم وملاك الأراضي من نحتان يشاركوا بأسهم بأراضيهم ويبلوا هذا الجسر هو هذا الجسر الآن مبنى بأموال رجال أعمال وليس من الدولة الحكومة التركية الحالية تدخل مشاركات بهذا الشكل زي مطال إسطنبول تعطيه رجال أعمال خده تبنوه كذا سنة وبعدين يرجع للدولة وتاخده عوائد منه لفترة وبعدين يصير للدولة بالضبط في ذلك الوقت أنت بتفكر الآن لما تسأل السؤال للناس فقراء لما تتذكر أن الناس عندهم الموارد وملافقاتهم المعرفة وهم أغنياء والناس والدولة هي الفقيرة المشكلة أكثر الناس اللي عاشوا في العالم العربي بالذات في الدولة الرعية النفطية دائما الفكرهم أن الناس يعني ما يمكن يستحدث الثروة الثروة توجد من الدولة لكن أنظر إلى أمريكا أنظر إلى الدول الأوروبية الدول عايشة على الشعب من الضرائب الآن إن المسلمين تمكنوا وارتحلوا في بيقاء الأرض من المكان لآخر وعندهم كل الخيرات والناس بالتصنيع والموضوع كبير طويل فصل الشركة قدروا يصنعوا وتمكنوا صاروا أثرياء خطبة واحدة من إمام يقول نبغى لابن جسر مين يتبرعه تجد الناس يهبوا ليش للتبرع لبناء هذا الجسير لأنه هي تصير وقف واللي يصير فيه وقف طيب سويت حسبة يعني نسيت الرقم كل مسلم إذا طبقنا الشريع يسافر في السنة ما دي كم مرة درجة أولى وأساسا ما تصير في طائرات درجة أولى سياحية إذا أعطوا حصة ابن السبيل للناس حتى يسافروا طلب العلم للعلاج تصير الأمة المتحركة جدا 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 الآن الأمة بقسمة لأجزاء وهذه ظاهرة كانت غريبة في تاريخنا الإسلامي يعني أنت تشوف العلماء فلان نجى في بخارة ودراس بعدين استقر في مصر وفلها ولد في المغرب واستقر في الهجاز نعم فكان في حركية عالية وتنقل عالية وتبادل بالتالي للخبرة أو للمعرفة أو للثروة على طول الوقت يعني كان عندهم فيسبوك أحسن من عندنا الآن إحنا إلى الآن ما احنا عارفين المقرنص لما انظهر في العمارة الإسلامية يمكن وجدوا الآن فين ما احنا عارفين فين بدأ واحد القصيدة الشعرية وانتشرت وحبوها الناس وراح وشافوها وما في حدود ونقلوها وسووها وفجأة انتشرت في كل العالم الإسلام في أكثر المساجد فين بدأت وكيف تطورت بسرعة يتعلم من بعض بسرعة يتعلم من بعض وهذا اللباء في فصل ابن السبيل كيف المعرفة تنتقل كانت زمان أول أكثر بكثير من الآن رغم أنه في تلفونات وفي مواقع تواصل اجتماعي يعني كان العالم الإسلامي زي يوتيوب حتى يوتيوب الآن نوعا ما مسيطر عليه داك الوقت لا كله يساهم كانت أقلية مختلفة جدا العالم الإسلامي لما بدأت المركزية تزداد بشدة سقطت الخلافة الوثمانية في آخر عهدها لأنه بدأت تأخذ من أوروبا في التفكير الغربي إنه بدأت يسيطر على الناس أكثر وكثر وهذا نفس مصير المماليك يعني في فتراتهم الأخيرة إخطاعيين يعني نظام عجيب كان أنه الحاكم تحته أمراء حرب والأمراء عندهم جنود والجندل وأرض الناس يشتغلوا فيها ويأخذ من إقطاعها في أول فصل ابن السبيل أوضح هذه المسألة لماذا كانت تظهر مجاعات في مصر ولم تظهر مثلا في مناطق صحراوية تانية في النيل أنت رويت القصص اللي رواها المقريزي نعم حول المجاعات والناس وصلت إلى مراحل غاية في السوق لكن في النهاية شفت أنه كانت مخازن الدولة مليانة في النهاية هم وزعوا على الناس احتكار اغاثة الأمة بكشف الغمة كتاب المقريزة حلو طيب دكتور الدولة عمادها اليوم لا لحظة احنا ما خلصنا السؤال ده أنا نسيت لأنه انت قلت الأيام هذه كيف كيف ممكن تشتغل هذه الأشياء بدون دولة وركزية التصنيع يتفتت وهذا إعجاز سبحان الله في الشريعة يتفتت إلى أحجام الآن عندك انت طائرة طيب هنقول السيارة الكل يعرفها مكون من إيش مكينة بطارية جزاز مانع زمان أول كانوا شيرك فورد عندها خط انتاج لكل يشتغل لما بدأوا اليابانيين يتغلبوا على الأوروبيين والأمريكان في صناعة السيارات السيارات أجود بسعر أقل قالوا إيش إلا ساير سووا فريق راح من ايمايتي درس الشركات اليابانية كان عنده خمسة مليون دولار لخمسة سنين وطلعت فكرة حاجة سموها لين بروداكشن لين بروداكشن اللي هي باختصار أنه الناس اللي يشتغلوا أيضا في المصنع يشاركوا فبدأت بعض الشركات تقول طبعا ليش أصنع السيارة من ألف إلى باء من ألف إلى ياء البطاريات نعطي للشركة تصنيع بطاريات أيبا وذيك الشركة تصنيع البطاريات تصنعها لفورد مثلا جيرال موتورز الشركة الثانية تشري منها فبدأت العملية تصنيعها تتفتت لو طبقت الشريعة تتفتت بطريقة تؤدي إلى اللا بيروقراطيات في اتخاذ القرار الآن عندك شركة كبيرة شركة نفط ولا شركة جيرال موتورز كل ما تكبر الشريقة كل ما تسير بيروقراطياتها الداخلية كثيرة جدا حتى تسيطر على الموظفين وأداهم لكن لما تفتت يعني في العمال يشتغل على الخط الانتاج في واحد يراقب العمال في واحد يراقب العمال والأسوأ من كده العامل هذا إذا شاف مشكلة ما يقدر يوقف خط الانتاج وما يقدر يبدعه لأنه يصمم من لفوق يصمم فذمة صعب جدا يعني يتقبل منها دور ويقول لا هو شاف المشكلة هنا بس ما يقدر يشوف مكان تاني مع تطبيق الشريقة لأنه في حاجة سهلة الشراكة ما تقع إلا إذا كان في أمانة بين الشركاء ما في أمانة ما في شركة وأنه الشريك يكون أهل للتوكيل والتوكل قضية طويلة تؤدي إلى أنه الشركاء حتى يشتغلوا مع بعض ما تكون بينهم بيروقراطية لأنه يثقوا في بعض كيف أنا أثق فيه وابين البيروقراطية مش ما أقول أجيب واحد حاسب كم أخذت وأنا كم أخذت متجيت وأنا متجيت فالناس يلتموا على بعض من نفس الكفاءات من نفس مهارات مختلفة يحتاجوا مهارات مختلفة مثلا حتى تصنع ميكرافون تحتاج سبع تمانية مهارات إذا ما كان أكثر الناس يتلموا على بعض والعملية الإنتاجية تتفتت إلى ناس يسألوا المكينة والسيارة كمان المكينة تتفتت إلى أجزاء ويصير بينهم نوع من التنسيق والأعراف التصنيعية التي تؤدي إلى أفضل منتج من غير بروقراطيات ما عندك ناس في المجتمع جالسين يأكلوا وإشربوا ما ينتجوا زي موظفي الدولة إلا يأكلوا وإشربوا ما ينتجوا قل لي بالله وزارة الزراعة تزرع رزة واحدة الفلاحين اللي بزرعوا قل لي وزارة التعليم العالي بيدرسوا الجماعة اللي بتنرس الجماعة اللي تنتج لو وزارة التعليم هذه اختفت التعليم يكون يتخدم أكثر هاو المثال أمس أو قبل أمس طلعت معظم الجامعات القوية جامعات خاصة أحسن المستشفات في التعليم مستشفات خاصة الآن انطبقنا الشريعة والناس أثرياء وظهرت الأوقاف وحتى واحد بلاش أوقاف الناس يسووا مستشفات ويربحوا والناس أثرياء ويقدروا يدفعوا فلوس فإلا بيصير أن المجتمع يسمو جدا في إنتاجه وبالتالي يسمو في أخلاقه ولا أنفن الليش السجون مليانة وليش في إجرام فقر الفقر الفقر يقتل الناس ويخليهم يرتكبوا جرائم وخليهم مثال وبعدين واحدة من الولايات الأمريكية تصرف على السجون أكثر من التعليم كاليفورنيا نعم كاليفورنيا وبيزداد عندهم بيزداد سوء هما رح يضطروا يرجعون للسلام بس يعرفوه بس يعرفوه بس يعرفوه أنه هو ليس قطع رأسه قطع إيد وحجاب وصلاة يفهموا هو أيضا أنا ما أقول بالعكس على كل شيء لأنه على أقدر الإسام برد لكن لا يعني إهمال لك أنت تميز بين القيم والحركيات يعني قيم أخلاقيات نعم عضمه وتعلي أنه نعم جزاك الله خير بالتفكير هذا من أول الكتاب أقول يا ناس انتبهوا في قيم وحركيات علماء الشريعة المعاصرين أكثرهم ركزوا على القيم وتركوا الحركيات إلا ساعدنا على كده علماء الصلاطين يعني أطلقوا للحاكم في الحركيات سوي زي ما تبقى تغيرت الظروف والإسلام صالح كل زمان يعني اليوم اليوم دكتور لو مثلا جاء حاكم في الدولة العربية قال أنا موضوع مثلا الميراث بغيره خلي المرأة تأخذ ميراث مثل ميراث الرجل أو مثلا بقيد موضوع تعدد الزوجات رح نسمع علماء كثير يعترضون لكن لما قال لا يحق أحياء الأرض إلا بالإذن أو قال مثلا هم أفتوا هم أفتوا لا هم صادقين الحق يعني معظمهم تتكلم معهم صادقين وهذا بس هي مش بس عندهم أيضا عند علماء الاقتصاد لأنهم ما هم فهمين التركيبة العمرانية والتركيبة العمرانية هي إيش شوفوا الاستوديو هذا كل شيء من حول أنا عمران كل الأموال تدور الدور في النهاية تصير إيش أما ملابس أو إسفل طريق عمود لمبة في الشارع إشارة مرور مبنى تصير عمران لمن ما تفهم تركيبة العمران هذه وتيجي تسوي لنظريات الاقتصاد أي كارثة وهذا اللي صاير حشان كده ضايعين في العالم العربية هم أفكرين حالهم علماء الاقتصاد ماشيين صح ماشيين في الإطار اللي هم فاهمينه في النظام الرأسمالي صح طيب كينز وهذه الموقع الشيطة في قصة الحق نظريات كينز وهايك وفريد مارو هذه النظريات كلها هي ترقيع للمشاكل اللي تفرزها الرأسمالية هذه المشاكل لن تظهر من أصل طبقنا الشريعة لكن هذا بياخد وقت يعني أنت أحيانا تراهن أنه إذا طبقت الشريعة قد يحدث كذا ثم كذا ثم كذا لكن في النهاية سيكون مثلا التصنيع مفتت لكن في البداية بيكون يعني دعني أسألك سؤال مهم سؤال انتقال لا أفترض اليوم جاءك يعني حاكم دولة من الدول قل لك يا دكتور جميل أنا عجبني عجبني ما كتفت ومقتنع بأفكارك كيف أبدأ يبدأ بتطبيق أي مذهب أي مذهب ولا يفكر شي يبدأ في تطبيق هي المسائل تحل نفسها بنفسها لأنه هذا من إعجاز الشريعة لا إله إلا الله ما تحتاج وقت مثلا خلق نقول طالبان طيب ومدينين لكن لما تيجي على الحقوق لا زالوا يشتغلوا بالطريقة اللي هي الفصائل في سوريا يشتغلوا مثلا لمن يغنموا في معركة الغنيمة في يد القائد ويوزع مرتبات على يوزع مرتبات لا في الشريعة العمل العسكري عبادة وليس وظيفة الغنيمة تقسم في الموقع فعلاقة الجندي بالقائد تنقطع هي علاقة طاعة أثناء المعركة بعد المعركة أخذ غنيمة راح لذلك المجتمع المسلم يكون دائما مجتمع مدني مش زي الغرب مدني سياسي جزء انتاج لا دائما مجتمع مدني وقت هلها هلها إذا انغزوا يصير مجتمع أسكري كله لذلك حثنا الرسول صلى الله عليه وسلم على حملة السلاع على أن الأجر فيها كثير من جهز غازين في غزة على أن القوة الرمي أحدث كثيرة كل الدور في هذا المحور ورؤية القرآن كل هذه الدور انفروا خفافا وثقالا كل الآيات واجب على كل مسلم واجب على كل مسلم مستطيع طيب أنه يكون عنده حد أدنى من هذه التدريبات تتوقع أحد يحط رجله في العالم الإسلامي إذا كان يعرف أن الشعب هذا كله مسلح يمكن ينتصر في معركة على الجيش الإسلامي الانتصار شيء والمقدرة على الحفاظ على الأرض شيء آخر يمكن ينتصره وهذا غريب يا دكتور انتصر على الدولة المركزية في العراق لكن في النهاية صارت المقاومة الشعبية هي التي استنزفته مثلا لوقت طويل لكن طبعا نحن نرجع للسؤال الانتقال جدا مهم لكن هذا سؤال العسكر سؤال يعني يبدو من أكبر الاعتراضات اللي ممكن تطرح في ذهن الواحد اليوم في غواصات نووية في أقمار صناعية كلها لها استعمالات عسكرية يعني في أفراد طيب فكرة أنه يكون المجتمع كله يستطيع أن يقاوم ويدافع عن أرضه فكرة جميلة وستجعل المحتل لو جاء لا يستطيع أن يبقى لكن هذه ما تخلق قوة ردع يعني تحتاج إلى جيش منظم في مواجهة الجيوش المنظمة العالمية وعنده استخدارات وعنده أنا الكلام اللي قلته لا يعني ما في جيش منظم وما يعني الدنيا تدفلت لا في جهة جهة دفع في جهة طلب الآن الأمة حسب توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم كل واحد عنده حد أدنى من الدفاع عن النفس وبالتالي ينقلب إلى مجتمع مدني وما في جيش شوف خلي بالك الجيوش العسكرية الآن تمتص خيرات الأمم وفي كتاب لبول كيندي The Rise and Fall of Great Powers ودرس الدول العظمى كيف سقطت هبسبيرك فاميلي الدولة العثمانية عندما القوة العسكرية تستنفذ من اقتصاد الأمة بالقدر إلا الأمة المجتمع ما يقدر يدعم هذه القوة العسكرية اللي يصير الاقتصاد ضعف بالتدريج تسقط الأمة الشريعة وضعاتنا الميزان آخر الناس عندما يشتغلوا وينتجوا دائما الاقتصاد قوي الكل بينتج لكن الكل يعرف يدافع عن نفسه ما أحد يمكن يفكر يجي يغزوك لأنه يعرف أنه بخطبة واحدة من إمام مسجد الناس يثقوا فيه يؤتوك من يعني فلسطين تحتاج مليون دونيس تطلعهم في لحظة ولا من الحين يجوك يجوك ماشي كمان لكن الدول الدول العربية بتحميهم طيب بتحمي إسرائيل فإيش اللي بيصير أنه خليه خروج واحد من ألف من الشباب للجهاد تطوعي طيب يلتحقوا ب زي عبدالله مبارك مثلا ناس أفذاذ ينظموا الجهاد طبعا هذا لا يعني أنه نغزو الأمم الأخرى باستمرار لا هذا يعني أنه في موثيق في اتفاقيات هذي كلها تحترم الدولة إلا ما تريد تصير مع اتفاقية الدولة إلا ما تبدأ تفكر تهجم عليك هذا لا هذا وضع مختلف فالأمة المسلمة ليست أمة قتل باستمرار لا الأمة يجب أن لا تظلم وإحنا الآن في وقت مظلومين فيه الآن طيب كيف نظلم حالهم طيب من فين الأسلحة من فين الطيرات من فين الغواصات طالما أنك أنت مطمن ما رح يهجم عليك لأنه كل مسلح فأنت في أمان وهذا أمان كبير طيب تبغى تهجم بيعدوا لك صواريخ وطائرات تبغى تهجم ذاك الوقت تظهر الصناعات الحربية وبدأ لما تسير في مسابقات لمباراة كرة قدم قد تظهر ساحات مين من الشباب يقدر يصنع بندق بسيط سهل يصيب الهدف على بعد كيلو هذا شاطر مين يدعم ماليا حتى ينشئ صناعة متقدمة الآن صناعة التركية كلها إيش دولة مصالح شركات والشركات اللي تصنع في أمريكا هي إيش أيضا شركات كلها شركات تظهر شركات في الآلم الإسلامي وليس الدولة هي التي تصنع الأسلحة بدعم من الناس وبالأوقاف وإلا بيصير بعدين هؤلاء الأفراد يخضعوا للخليفة هنا لازم طاعة يعني في دور لهذا الخليفة أو الحاكم الخليفة له له مهام محددة الفصل بين الناس في القضاء المهام اللي قام فيها الرسول وسلم وهي في صحيحة البخاري أنه الرسول فعل كذا 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 وحطوها في خص الحق ما أذكرها كلها بالتفصيل الآن أديات كلها موجودة أنا أحمد ربي على حاجة وحدة أنه الرسول صلى الله عليه وسلم ما دفع درهم أو دينار لشخص كعمل في الدولة ما دفع لهم رتب كل أعمال تطوعية إذا قامنا الأمة المسلمة والناس كلهم أغنياء من أين تأتي الموارد؟ من الناس تطوع والناس اللي اشتغل في الدولة طوع حتى لو أردت أن يحفر بئر يسقي أهل المدينة ما جمع ضرائب منهم طلب من الله أستاذ أن يفعله بئر روما قال من يشتري جيش العسرة يا ناس سلوا حنفسكم أتوك يتحملهم قلت لا أجد وما أحملكم عليه تولوا وعينهم تفضوا من الدمع قالوا يا رسول الله ما عندنا داب نركبها ما عندنا خيل نغزو معاك ويبغي حارو يبغي يجاهد وقال لهم ما عندي العمل العسكري عب على الأمة كأفراد من جهز غازين في غازها والله سبحانه وتعالى يخلف الغاز في أهله كله هذه كلها تجعل المجتمع المسلم الآن في الوضع الحالي مجتمع ما هو عدائي ما هو عدائي الإسلام انتشر من خلال الناس يفهموا حقوقه حتى لو ما كانوا مسلمين حتى ما نلوث الكورة الرضية إحنا ذهبين إلى دمار قادم خط مستقيم زي قطار ماشي مستقيم رح يضرب في خش جوه نفق ونفق خدم سكر من الأخير طيب دكتور نرجع لسؤال الانتقال يعني مرة ثانية لو أتيح لهذه الأفكار أن تتحقق الناس تحدث دائما أنه فيه تمرحل أنه إحنا لازم نبدأ خطوة بخطوة أنه يعني تمكين الناس ثم تأتي ثمار ذلك عندك عندك إجابة عن هذا السؤال الكبير والله هو سؤال يعني باختصار أنه طبق الشريعة بأي مدى بتبغو تسير الأمور من حالها لكن حتى نعطيها نعمل التفصيل الواحد إذا نظر لما تؤدي إلى الشريعة نطبقناها كما هي تؤدي إلى ثلاثة أنواع من التركيبات تركيبة أو سميتها خطة لأنه كان فقهاء الأوائل يسموها خطة الخطة هي حيز أو مكان السلطة فيه للناس اللي فيه ففي عمارة الأرض بيّنت أنه في خطة مكانية يعني قسمه مثلا في المدينة حي يقولوا هذه خطة خطة بني فلان لما استقروا الصحابة بعد ما فتحوا البلاد مصر العراق فعندما استقروا استقروا في خطط وكل قبيلة لها خطتها وعندها سواقها وعندها موضوع طويل المهم يعني المهم الناس إلا في الحارة ديك يسيطر على الحارة ديك هذه خطة الآن لاحظوا أنه في خطة إنتاجية أيضا هذه خطة مكانية في خطة إنتاجية وفي خطة ولائية الخطة الإنتاجية أيش؟ مثلا مجموعة ناس شغالين في صناعة متكاتفين لصناعة أثاث مثلا جماعة استخرج خشب جماعة قطع خشب جماعة نقول خشب جماعة تنجد جماعة تركيب جماعة فيتكاته بين بعض ويعرفوا بعض وصير في بينهم نوع من التبادل التجاري وصير نوع من الاستقرار بينهم وهذه تأتي عندما وأيضا يكونوا متجاورين في الأماكن غالبا أول بس ليس من ضرورة الآن يمكن يعني الآن الشركات الموجودة في أمريكا لتصناع السيارات يمكن يصممون إيطاليين يصممون هذه السيارات في إيطاليا في رسلهم التصاميم ليس من ضرورة فلذلك قلت الخطط المكانية تختلف عن الإنتاجية لأنه إذا بالتفكير هذا أنه يكونوا متجاورين الخطط المكانية والإنتاجية تتطابق الآن إحنا في دولة واحدة تسميها تقول تركيا تسميها مصر خطة واحدة الخطة هذه جوة خطة هي مكانية ولائية إنتاجية مع تطبيق الشريعة الآن أشرح الخطة الولائية الخطة الولائية هي أنه الناس يكون لهم ولاء لشخص أنت الآن لك الحرية المطلقة لما تصلي في مسجد تختار المسجد هذا ولا ده حسب قراءة الإمام حسب شخصية الإمام حسب تحب إمام فاللي بيصير أنه هؤلاء الأمة الأفضل منهم الأقراء منهم اللي عنده علم وحكمة اللي يجمع الناس حوله التفه الناس حوله فولاءهم نوعاً ما لهذا الإمام هذا إمام في مسجد هذا إمام في مسجد تاني يصير بينهم نوع من اختيار من الناس من يطلع يصير إمام جمعة بعدين من يصير إمام عيد من هؤلاء والله أعلم ما أبحث فيها أبو غالي أبحث فيها بدقة أكثر من هؤلاء الأعلم يظهروا أهل الحل والعقد فهذه يعني حتى لو هذه كانت خطأ الناس في مواقعهم لهم ولاء لجهة معينة لرئيس قبيلة لرئيس منظمة إنتاجية الناس دائم لهم ولاء هذا الولاء يؤدي إلى ظهور الخطط الولائية وفي خطط إنتاجية وفي خطط مكانية هذه الخطط أول ما ينفذوا أو يقرروا تطبيق الشريعة تبدأ بالظهور مباشرة لأن الناس يبغوا تخذوا القرارات لإنفسهم الناس يبغوا يسكنوا فمثلا مدينة مزدحمة كعاصمة طبعا ليش أتكن في العاصمة الدولة ما عندها موال فجاء الحاكم يقول خذوا الفوسفات إلا خرج الفوسفات له إلا خرج النفط له طبعا إلا بيصير أنه الشركات الكبيرة هذه الآن الموجودة هي المسيطرة وهي التي تبيع طب الآن هي مسيطرة ومستمرة لأنه ممنوع على الآخرين يحفروا جنبهم والنفط ما هو في 2 كيلو 3 كيلو مئات الكيلو مترات والفوسفات أيضا كرة الأرضية كرة الأرضية كلها خيرات الألمنيوم في 100 كيلو مترات يبدأ الناس يتفرقوا لحيازة هذه المعادن طب يحوزوا إيش يساووا فيها يبغوا يبيعوها لأنهم الآن هنفكر في إطار رأسمالي لما يأخذوها يصنعوها لا ما يقدر يصنعوها لأنهم يدوا يخرجوها طاقتهم ما تحتمل أكثر من هذا أيبا فيبيعوها جماعة تانية تشتري وتنقل جماعة تالت تتسقل جماعة تالت تصنع من نجم فتبدأ العملية الانتاجية بتفرق الناس في الكرة الأرضية من هذه المدن إلى حيث الخيرات إلى حيث الخيرات فتظهر المدن في حيث الخيرات وهؤلاء أفراد لأنهم يجيدوا الدفاع على أنفسهم من يفكر هجم عليهم ما حد أنت إذا ساكن في بيتك بس إذا مجرد عندك أي سلاح بسيط جالس أطلق طلبي يشرد يقول لا ما أقدر هجم على البيت هذا واصرقه ذلك الأمريكان بعض الهدى يكتبوا على البيت من بره ترى هذا البيت مسلح أنتبه نتيجة ذلك أنه لن يكون هناك حتى تكدس في المدن مثل ما لن يكون هناك تراكم للثروة في يد نصبت وإنتخذ هذا المثال دائما إذا خمسة مفارسة كنين في بيت وفي دورة مياه واحدة أشي اللي يصير يضعوا أنظم وقاوانين بينهم حتى يستخدم دورة المياه هذه ما تستحمق تر من ربع ساعة ما تطول كذا حتى صحيح كفيهم طيب إذا كان تفرق وكل واحد ساكن في بيت وفي دورة مياه يحتاج ما يحتاج أي تنظيم نفس الشيء يصير في تفرق الناس في المدن حيث الخيرات تتحل كثير من المشاكل اللي هي لن تظهر أساسا مشاكل سير مشاكل كذا مشاكل كذا بس إحنا نحتاج المدن لتطور الثقافي العلم لذلك فصل ابن السميل ابن السميل كان عنوانه الفرعي انتشار أم ازدحام عملية الانتشار والازدحام للناس في الكرة الأرضية تحتاج معادلة فوق العقل البشري لإيجاده توجد حركيات حركيات يعني حقوق من مخصوص الحقوق لها الشريعة تؤدي إلى انتشار الناس في الأرض بطريق إلى أعلى كفاءة ممكنة في الانتاج مع أقل تلوث ممكن وشعب صرحة هنا ما قدر اشرح أسمح لي تؤدي إلى هذه التركيبة التي تؤدي إلى ظهور المجتمع المسلم من غير الدولة في تفكير الحالي أنا ما أقول ما في دولة في دولة لكن ليس بالمنظور الحالي الموجود إلا هو منبثق بطريقة مشوهة من العالم الغربي يعني إحنا لا أنه عندنا دولتنا بالطريقة الإسلامية ولا عندنا الدولة في العالم الغربي طريقة مشوهة نريد استحداث الدولة إلا هي للأمة المسلمة وإلا تأتي من الحقوق الناس إذا كان يقدروا يوجدوا الخيرات واشتغلوا يأكلوا واشربوا ليش يسرقوا ليش يتقاتلوا ليش كل هذه اللي صاير لأنه أبواب التمكين مقفلة في الموارد والموافقات والمعرفة ما معرفين إيش يسووا أفضل مثال كذا فصائل يعني أكثرهم شباب يعني مخلصين لله يعني ربانيين كثير منهم لكن في بعض منهم ما هم فهمين الأساسيات في الجهاد ويروحوا ويحارب ولأنه أبواب التمكين وما في أجمل في الحياة من أن الإنسان يطب على شغلة يحبها وهو واستمتع فيها ويزيد إنتاجية فيها وهذا له وهذا له وبذلك تتوافق الحقوق اللي وضعتها الشريعة مع أيضا الغرائز البشرية التي تريد أنه تشتغل فيما تعمل وتزيد الإنتاج هي الشريعة أتت لتوجيه الغرائز الإنسانية بحيث أنه ما تتصادم ولا تؤدي إلى شر الكرة الأرضية النظام الرأسمالي من خلال الاحتكار إلى توجيه الناس يعني شوف أي طالب يقول لك والله أنا ما نهاوي هندسة بس درس هندسة عشان البرستيج ولا ما نحن حابب طب ولا واحد فذ أضطر يدخل فيه تخصص يكره بالذات الأعمال لأن الأعمال مغلقة يعني واحد زاكن في البحرين يعني رح يروح فين يعني إيش الأعمال اللي عنده يعني بينما إذا كان الأمة المسلمة مفتوحة أمامه والله مزاجه يرعى أبقار يروح لمناطق فيها مراعي أبقار مثلا في السودان السودان أيضا فيها جبال حلوة وفيها فواكه حلوة هي ما هي بس مراعي لا فالجنوب فيها مناطق جدا حلوة واحد مزاجه والله يبحث عن معادن في تلك مناطق يذهب واحد يحب يعيش في مناطق البارد إذا في مناطق باردة واحد يكره البرد مذا근 مناطق حر يعيش في مناطق الحر وواحد يكره العمل بإيده وواحد يحب العمل بيمخه ويسوي برامج ألكترونية تعتقد دكتور جميل أن نرى هذه الفكرة الجميلة؟ أنا متفاعل وأعتقد أنه قريبا إن شاء الله سيحدث لأن الأمة في طريقها إلى الوعي يعني أنا في سنة الحمد لله لو أنا كنت صغير يعني ما كان يصلي في المسجد إلا أثنين ثلاثة وكلها مع جائز الآن ما شاء الله المسجد مليء بالشباب فأنا أعتقد إن شاء الله وقناعتي أنه الإسلام قام قادم وبقوة وناس كثير قالوا الكلام هذا منما الشيخ بسام جرار جسال الله خير مثلا أنه في عولمة ثانية قادمة للمسلمين وهي قريبا إن شاء الله ما تتحدث ما ندري لكن إن شاء الله إن شاء الله قريب لأنه العالم الغربي هو 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 طفش هو العالم الغربي إذا تنظر النظريات التخطيط الأخيرة اللي عندهم بالذات في الدولة الإسكندرانية كيف مثلا إشاركوا الناس في قياس نسبة الأمطار عندهم أجلسة فيوتهم يقيسوا الأمطار كيف الناس يشاركوا في كل اتخاذات القرارات الناس لهم السيطرة الآن على الشوارع بالتصويت يقولوا لا أنت عندك سيارة أنت من تملك الطريق لا إحنا عندنا بسكوليتات أيضا إحنا لنا سلطة فبدأوا يغيروا الشوارع فبدأوا الناس يستقوا إذا يعرفوا أن الإسلام يأخيهم قوة أكثر من غير ما يتصادموا هم الآن يستقوا بصراع بصراع الجماعة تستقوا بصراع لو يعرفوا أن الشريعة كيف تحطيهم حقوقهم ما نقول استقوا استقوا يعني أنت دائما تظلم واحد تاني لا حقوقك إنهم يأخذوا حقوقهم المسلوبة لا كانوا أول من يعني اتجه لهذا التوجه دكتور جميل أكبر شكرا جزيلا على هذه المقابلة كانت غنية ومشوقة وأترك لمن شاهد واستمع أن يستفيد ويفكر في هذه الأفكار الكثيرة شكرا جزيلا لك جزاك الله خير ودعواتكم آمين يا ربي الله وفقك موسيقى موسيقى موسيقى